أخذكم من تولي اتنين في نقطة التغييرات هل كان مناسب توقيت التغيير بالنسبة للكولر نهارده التوقيتات نفسها مختلفة يمكن دايما متعودين 65 كده في المنطقة دي لكن نهارده بالرغم ان هو محتاج الفوز لكن اتأخر او في التغيير في دياء 79 80 زالوك عبداليادر هم الاقرب لان هم اللي اكتر لعبين عندهم القدرة الهجومية اقدر اقدر يبقى عندي توظيف من لعبة في الملعب بدل اما فكر في الدك لأ يعني مثلا من بداية الشرط التاني انزل هاني بكريت ودخل اكرم جوه ودي مهم زيادة 8 لما روان عطي يزيد ادي الالو ديانج تزداد ادي الالو ديانج واسيب حرية بس مش افشة اللي يخرج يعني حسين النهاردة مش ظهر بالمستوى الطبيعي عبدالقادر مش افشة ولا كريم فؤاد كريم فؤاد انت وديتهم حيث اليمين الربط ما بين كريم واكرم مش موجود وديتهم نحت الشمال عشان ايه حسين ربط بينه وبان عالي مش موجود طب انت كريم الدبيس برا ليه انت كنت ممكن تخلي كريم الدبيس موجوده نهاردة وتخلي عليه معلولي زيت عندك عندك كزا حل النص الملعب معندكش فروت برا هتدي عمر السلية اما تكون كسبان عشان تتخلوا في أجواء الملعب ويبقى زميله يشيلوا معاه يشيلوا معاه يعني يعني يقدر يتحرك بحريته يبقى فيه ناس بتأمنوا في الحتة دي قالوا ديانج ينزل ودي مهام لمروان عطي هنزل كوكا ودي مهام لأخي أغير حسين ودي مهام لإمامي يشتغل من ناحية الشمال شغله القديم لو كان فيه أيام الحرس اما انت فكرت في زعلوك هتدي انطباع وتدي أوراق اعتماد لناشئ صغير ما عندوش الشراسة الهجومية فرصة بالنسباله لو جاب جون فرصة يقفره ده بحرقه فيه كرة بالعرضة ترفعت من العلم معلول لو جات في دماغه جون أولا منزل بعدها بتلت دايق طب ولو ما جاتش يبقى أنا مش هتحكم عليه انت هتحكم عليه في سنه يبقى هو بيكتسب خبراته وهو جاي أكرم انت مش حس ان هو بسم الله من شاء الله انه بأيجيد وقف على الهو قادر يقف اتغير عليه اتنين البدري هو وحسن دهدو وحسن دهدو اشتغل طب انت في الوقت ده هاني وقول له ما تزيدش أكرم خشي جوه طرف مروان عطيه تمانية اللي بتدار عليه زي بتاعت حمد فتح أما برا انت معك أربع العيباء كلهم خط ظهر لازم الحالية بقى في الملعب أصدر ولو فكرت في خط الظهر موافق هنازل سد باك هنازل يا سيد براهيم وزق رمرا باك عالداير